بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل الذين يؤمنون بالقرآن الكريم وحتى الذين لا يؤمنون به يدركون ويقرون لأنه كتاب يحوي الكثير من المعاني العميقة المعاني الجليلة الكبيرة التي تحتوي على جملة من القضايا لا تقتصر على قضية واحدة ولا تقتصر على أمر واحد وإنما هناك في آية واحدة تجد العقيدة والتشريع والأخلاق والمبادئ والتاريخ وكل شيء حتى في آية واحدة هناك الكثير من الآيات التي تعطي هذه المعاني وتعطي هذه الإيماءات القرآنية وتعطي هذه المفاهيم القرآنية آيات تحتوي على عقيدة وتحتوي على سلوك وتحتوي على أخلاق وتحتوي على قيم وتحتوي على تاريخ في نفس الآية تقر الجملة من المبادئ بألفاظ قليلة قمة في البلاغة قمة في الحكمة قمة في الإحاطة بكل شيء بكل المفاهيم التي تحتويها آيات القرآن الكريم من هذه الآيات التي ربما مررنا عليها كثيرا وسمعنا بها كثيرا وتحدثنا عنها كثيرا ولكن التوقف عندها والتأمل في معانيها يفتح مدارك العقول ويفتح مجالات متعددة أمام الإنسان لإدراك مكنونات هذه الآية ومضمنات هذه الآية ومضمين هذه الآية التي تحتوي كل هذه المعاني العظيمة الآية تقول ويتتحدث عن مشهد من مشاهد قصص بني إسرائيل في القرآن الكريم معروف أنه لبني إسرائيل نصيب كبير من اهتمام القرآن الكريم من معاني القرآن الكريم نصيب كبير وعظيم كثير من الآيات تضمنت حديثا عن بني إسرائيل تضمنت جزءا من تاريخ بني إسرائيل ردت عليهم في بعض شبهاتهم ردت عليهم في بعض الأمور التي كانوا يثيرونها من ضمن هذه الآية التي وردت في سورة البقرة عندما يقول الله تبارك وتعالى عن الملأ من بني إسرائيل أو قصة القصة المعروفة في التاريخ بقصة طالوت وجالوت طالوت هو قائد من قادة بني إسرائيل من القادة التاريخيين لبني إسرائيل وجالوت هو اسم لأحد الملوك الكنعانيين الفلسطينيين الذين كانوا يعمرون أرض فلسطين في تلك الحقبة المتقدمة من التاريخ بني إسرائيل كما تقول بعض الروايات الكتابية بعض الروايات التوراتية وبعض الروايات الاستشراقية إنهم دخلوا فلسطين وأقاموا فيها مملكة أو ممالك أو ما إلى ذلك هذا أمر هم يقولون هذه روايتهم ولكن التاريخ حقائق التاريخ التي نؤمن بها وحتى مفاهيم القرآن الكريم وإضاحات القرآن الكريم وآيات القرآن الكريم تقول عكس ذلك وهذا أمر يجب أن نفهمه جيدا ليس من قبيل المماحكة التاريخية أو مماحكة الروايات أو صراع الروايات التاريخية أو الدينية وإنما من باب ترسيخ الحقائق التي نؤمن بها قد لا يؤمنون بروايتنا قد لا يؤمنون بروايتنا هذا شأنهم هذا حقهم كما أن من حقنا أن لا نؤمن بروايتهم هم يقولون روايتهم تقول رواية الكتابيين التوراتيين الاستشراقيين كتاب التوراة وما إلى ذلك يقولون بأنه كانت هناك مملكات إسرائيلية في أرض فلسطين في حقبة معينة من حقب التاريخ هذه روايتهم هم أحرار فيها لكن نحن لا نؤمن بها ولا نقول بذلك التاريخ الذي نؤمن به يقول عكس ذلك كما أن وهذا هو هو مقصود حديثنا اليوم أن جزعة من القرآن الكريم أو أجزاء من القرآن الكريم وأيات من القرآن الكريم تقول وتشير وتؤكد ما تقرره حقائق التاريخ التي نؤمن بها في حقبة معينة كان بنو إسرائيل في مكان ما هم يقولون كانوا في فلسطين نحن نقول لا وسياق الآية القرآنية يؤكد ما نقول طلبوا من أحد أنبيائهم أن يجعل لهم ملكا يعتمرون بأمره ويعدون إليه ويقودهم في حياة يسوس شؤونهم الله تبارك وتعالى أوحى إلى النبي أن الله قد اختار لهم طالوت طالوت واحد منهم اختاره ملكا عليهم رجل كان من عامة الناس فقير ليس عنده مال كثير ليس عنده جاه كثير ولكن الله اختاره لحكمة عنده إن الله قد جعل لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال ما عندوش مال ما عندوش قدرة مالية عشان يسوس الناس هذا المعيار هو معيار مادي معيار أرضي معيار دنيوي معيار غبي أن المال لا يصنع قيادة المال لا يصنع رياسة المال لا يصنع تميزا عقليا تميزا إنسانيا في في الأمم المال المال خادم خادم ولكن ليس هو الذي يصنع الناس هو يستخدم من الناس يعينهم في شؤونهم لكنهم هم الذين يصنعونه وليس هو الذي يصنعه هم قالوا لم يؤتى سعة من المال فكيف يكونوا ملكا المعيار المادي المالي الدنيوي المعيار الأرضي المعيار المنخفض في التفكير هو الذي جعلهم يقولون هذا المهم أن الله قد جعل لهم طالوت ملك طالوت قادهم لمحاربة بين قوسين الفلسطينيين كما يقولونهم أو العماليق الذين كانوا يسكنون أرض فلسطين كما يقولون والعماليق بعض الروايات التاريخية الأسطورية الخيالية تقول إنهم العماليق بمعنى كانوا عمالقة في الجسد يعني بمعنى كانوا رجال طوال وكبار علميا علميا لا يمكن للجسد الإنساني أن يكون بهذه الصفة لا يمكن لأنه الهيكل العظمي اللي بيحمل الجسم هو مهيأ لأن يحمل جسماً بطول معين بعرض معين بوزن معين لأنه كلما زاد الطول وبالتالي ستزيد قوة الجاذبية كلما زاد طول الإنسان بتجد قوة الجاذبية إذا كان كما يقولون كان الواحد منهم ثلاثون ذراعاً طوله أو في رواية أنه أربعين ذراع وخمسين ذراع لو كان الأمر كذلك سيتحطم هذا الإنسان هيكل العظمي لن يكون قادراً على حمل جسده لأنه قوة الجاذبية الأرضية ستزيد على كل سنتيمتر في هذا الجسد مع زيادة قوة الضغط الجوي عليه سينهار هذا الجسد إذن هم كانوا عمليق بالإسم نسبة إلى رجل يقال له عمليق هكذا هو هو الأقرب إلى العقل والأقرب إلى المنطق مش كانوا عماله كانوا واحد منهم طوله عشر متر وخمسة عشر متر كلام لا يمكن لا يمكن أن ينسجم مع العلم ثم لا يوجد فيه أحافير الإنسانية من كان طوله أكثر من مترين يعني مترين مترين وشوية أما عشر متر وخمسة عشر متر بينهار الجسد الإنساني الهيكل العظمي لا يستطيع أن يقوى على حمله بسبب زيادة قوة الجاذبية في العرض وبالتالي بينشد إله فينهار وزيادة قوة الضغط الجوي على الجسد كلما زاد حجمه وبالتالي ممكن أن ينهار محاربة بني إسرائيل لهؤلاء الفلسطينيين كما تقول الآية التي نحن بصددها أنه طالوت قادهم فلما فصل طالوت بالجنود يعني لما انفصل منهم عن موضع سكناهم لم يقل القرآن من أين بعض التفاسير حتى مع الأسف بعض التفاسير الإسلامية تقول بأنه انفصل من بيت المقدس يا جماعة هو ما كانش أصلا في بيت المقدس ما كانش ومملكة إسرائيل لم تكن يوما هذا ما نعتقده هم يعتقدون عكس ذلك هم أحرار واللي بيعتقد عكس ذلك هو حر نحن استنادا إلى القرآن واستنادا إلى التاريخ نقول عكس ذلك نقول إن القدس كانت كنعانية عربية فلسطينية وظلت هكذا ربما جاء بني إسرائيل جماعات جاءوا أفراد جاءوا بأشكال مختلفة جاء بعض أنبيائهم وأقاموا هنا ولكن كيان سياسي كيان سياسي مملكة سياسية لم يكن لهم في هذه الأرض والدليل فلما فصل طالوت بالجنود وعندما لازم نفهمها جيدا فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر طيب خذ الرقعة الجغرافية هذه كلها فلسطين والأردن والسعودية ومصر سيناء وين النهر اللي ممكن يكون مقصود بهذه الآية أعطوني نهر موجود في فلسطين وفي الأردن وفي السعودية وفي وفي مصر طبعا هم خارجوا من مصر وبالتالي لا يمكن يكون نهر النيل النهر الوحيد الوحيد اللي ممكن يطبق تنطبق عليه هذه الآية الكريمة هو نهر الأردن هو النهر الذي يفصل الأردن عن فلسطين النهر اللي على حدود الأردن وفلسطين المعروف بنهر الأردن الذي كان يسمى قديما بنهر الشريعة أو نهر الأردن وهذا ما قاله كل مفسرين القرآن الكريم وكل المؤرخين أن المقصود بالنهر في هذه الآية هو نهر الأردن فلما فصل طالوت بالجنود يعني بجنود بني إسرائيل قال إن الله مبتليكم أي مختبركم سيختبركم الله بنهر يحول بينكم وبين الفلسطينيين طيب الفلسطينيين وين كانوا ممالك الفلسطينيين ومنازل الفلسطينيين وأرض الفلسطينيين كانت غرب النهر نهر الأردن ولا شرق النهر سؤال يطرح نفسه على المؤرخين وعلينا بالتأكيد الجواب السريع والبديهي أن منازل الفلسطينيين كانت غربية نهر الأردن يعني في المنطقة التي تعرف الآن باسم فلسطين فلسطين التاريخية اللي هي غرب نهر الأردن ولم يقول أحد بغير ذلك لم يقول أحد بأن الفلسطينيين كانوا يسكنون شرقيا النهر وإنما غربي النهر طيب إذا بني إسرائيل وطالوت قائدهم كانوا غربي النهر المعركة بالتالي مع الفلسطينيين ستدور في منطقة غربي النهر ما فيش حدا من الطرفين رح يجتاز النهر إلى الطرف الآخر لأنه النهر مش فاصل بينهم لو كانوا الجهتين أو الجانبين غربي النهر لو كان الفلسطينيين بالتأكيد غربي النهر والإسرائيليين لو كانوا غربي النهر ليش ربكم لم يدبتليهم بالنهر يخدهم إلى الشرق وبعدين يرجحهم إلى الغرب أمر مخالف لأبسط قواعد المنطق وأبسط قواعد الجغرافية أنت تطلع تأمل جغرافية فلسطين نهر الأردن يفصل الأردن عن فلسطين الفلسطينيون هذه أرضهم اللي هي غربي النهر تاريخيا الكنعانيون والفلسطينيون كانوا يقيمون في هذه الأرض الإسرائيليون مع طالوت لو كانوا أيضا غربي النهر أو أي لو كانت مملكتهم في فلسطين فلماذا يجتازون النهر باتجاه الغرب ما هم موجودين أصلا في الغرب فلماذا يبتليهم الله بنهر موجود في شرقهم ليعبروه إلى الغرب أمر غير منطقي غير منطقي يتعارض مع الجغرافية التي نعيشها والتي ندركها يتعارض مع المنطق ما يعني ما يعني أن بني إسرائيل عندما جاءوا مع طالوت لم يأتوا من داخل فلسطين وإنما من خارج فلسطين بمعنى 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 أن ممالكهم وكياناتهم السياسية لم تكن أصلا في داخل فلسطين وإنما كانت خارجها أين هناك نظريات كثيرة لكن لا يوجد نظرية تسندها حقائق التاريخ والشواهد الآثارية شواهد التنقيب عن الآثار لا يوجد نظرية واحدة تقول استنادا للتاريخ واستنادا للآثار إنها إن ممالك إسرائيل أو مملكة إسرائيل كانت في فلسطين أبدا هم يقولون إنها كانت في فلسطين نحن لا نقول ذلك هم أحرار في روايتهم ولكننا لا نقر بهذه الرواية لا نقر بهذه الرواية وإلا لو أراد أحد أن يجبرنا على الإقرار بروايته هو هذا نوع من الإرهاب الفكري وإحنا ما بنطلب من حدا ولا بنجبر حدا أن يؤمن بروايتنا حسبنا أننا نحن نؤمن بها وحسبنا أن لدينا ما يعيننا على إثبات روايتنا حتى إن بعض المؤرخين الإسرائيليين الجدد المعاصرين أخذوا يقولون استنادا إلى التاريخ واستنادا إلى الجغرافيا واستنادا إلى الشواهد الآثرية أخذوا يقولون بما تقوله الروايات الفلسطينية وبما تقوله رواياتنا التاريخية بأن مملكة إسرائيل القديمة بين قوسين لم تكن مطلقا في أرض فلسطين اقرأوا تستطيعون أن تقرأوا كتب مؤرخين إسرائيليين مؤرخين غربيين مش بس مؤرخين عرب ومسلمين لا مؤرخين يهود وإسرائيليين وأجانب المؤرخ الإسرائيلي المعروف شلو موسان المؤرخ الإسرائيلي إسرائيل فينكلشتاين المؤرخ الأمريكي توماس طومسون الكاتب اليهودي البريطاني جون روز كل هؤلاء أقروا بصدقية الرواية الفلسطينية فيما تعلق بتاريخ فلسطين وفيما يتعلق بوجود ممالك مدعا مزعومة مختلقة إسرائيلية في أرض فلسطين الآية القرآنية وما حدا يقول والله أنت لا بتختلقوا الترك الآية القرآنية واضح أنها تؤكد ذلك سياق الآية القرآنية التي قرأناها فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني فشربوا منه إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه تبع فلما جاوزه يعني لما اجتازه والمجاوزة بمعنى أن تجتاز حدا ما أن تجتاز نقطة ما بمعنى تنتقل من أحد طرفيها إلى الطرف الآخر ليسمى اجتياز اجتياز بمعنى أن تنتقل من طرف إلى آخر إلى الطرف المقابل إذن بنوا إسرائيل وجيش بني إسرائيل الذي كان مع طالوت عندما وصل إلى نهر الأردن اجتازه اجتازه لقتال من؟ لقتال الفلسطينيين وهذا الكلام تقوله الروايات التوراتية بالمناسبة أنهم اجتازه إلى أرض الفلسطينيين هيك نصر رواية التوراتية اجتاز النهر إلى أرض الفلسطينيين طب وين أرض الفلسطينيين؟ في غربي النهر إذن أنت ما جيتوش من غربي النهر جيت من شرقي النهر من أين؟ من مكان ما أنا يعني لا أريد هنا أن أغوص في تفاصيل من أين جاءوا هذا ممكن أن يكون له مناسبات أخرى لكن ما يهمني هنا هو التأكيد استنادا إلى هذا السياق القرآني الذي لا ينطق عن الهوى ولا يمكن أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لأنه تنزيل من رب العالمين تنزيل من حكيم حميد لا يعتريه الخلل ذلك الكتاب لا ريب فيه من آمن بغير ذلك عليها أن يراجع نفسه من قال بعكس ذلك عليها أن يراجع نفسه فلما جاوزه إذن هو اجتاز النهر من طرف إلى طرف من شاطئ إلى شاطئ من ضفة إلى ضفة لقتال الفلسطينيين الذين بالتأكيد كانوا في أرضهم التي هي كلها غربي النهر وهذا يؤكد صدق روايتنا وصدق رواية وأراء واستخلاصات المؤرخين والآثاريين كل الآثاريين العلميين حتى الأجانب منهم الذين جاءوا في بعثات استكشافية إلى أرض فلسطين وأقاموا هنا سنوات ونفذوا عشرات بل مئات عمليات التنقيب في طول البلاد وعرضها بحثا عن أثر واحد أثر واحد يقول إن مملكة إسرائيل كانت هنا لم يجد لم يجد ولذلك يقول أن مملكة إسرائيل كانت هنا حر استنادا إلى الأساطير استنادا إلى روايات أسطورية كتابية تورتي وحر هو حر أما نحن فنحن استنادا إلى قرآننا واستنادا إلى شواهد الآثار والتاريخ وأيضا توافق مع كل ذلك كلام المؤرخين الإسرائيليين واليهود والأجانب الغربيين بأن أرض فلسطين كانت للفلسطينيين ولم يكن هناك ملك سياسي قبل عام 48 قبل عام 48 لم يكن هناك ملك أو سلطة سياسية للإسرائيليين في أرض فلسطين عام 48 صارت النكبة وقامت دولة إسرائيل قبل ذلك وما أحد يقول استنادا إلى إذ تاريخي استنادا إلى إذ تاريخي عندك أما عندي أنا أنا لا أقول بذلك وهذه روايتي وأنا حر فيها وإلا لو أنا سأقر بروايتك فلماذا أحاربك ولماذا أرفض احتلالك لأرضي إذا كانت هي أرضك وأرض أبائك وأجدادك وبالتالي القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة يؤكد حقيقة واحدة يجب أن نفهمها فلسطين كانت على مر التاريخ كملك سياسي كسلطة سياسية فقط لأهلها تعرضت لاحتلالات لاحتلالات لم يكن من بينها انتبهوا لم يكن من بينها احتلال إسرائيلي قبل عام 48 كان رومان كان فرس كان يونان كان هكسوس كان غير ذلك ولكن احتلال إسرائيلي قبل عام 48 عمره ما كان وسلطة إسرائيلية في أي شبر من فلسطين قبل عام 48 عمره ما كانت الآية القرآنية تقول ذلك الآن ربما هذا الخطاب سيسميه بعضهم أداء للسامية ليس الأمر كذلك آبدا لأنه إذا السامية احنا السامية وإذا الشرقية احنا الشرقيين وإذا الانتماء للأرض هذه الأرض أرضنا منذ أكثر من ستة آلاف سنة وإلى اليوم وإلى قيام الساعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر